قامت الإخوانية راقصة الإخوان المسلمين والتي تدعى أن يسمها آيات عرابي بالرد علي شخصيا بعد أن فضحت لما قامت بتصطيره من خزي حول بلدها واستهزائها بالجيش المصري العظيم وبفرحها بفوز الكاميرون على مصر ولقد وصلني ردها وقرأته فضحكت وأحسست من خلال كتاباتها وردها بالألم والخزي الذي تعيشه لأنها تحمل لقب خائنة خانة وطنها مصر وخانة الشعب المصري الذي رد عليها وأفهمها هي ومن يدعمونها من تنظيم الإخوان الدولي فلا نستغرب أنها تكره مصر بلدها والشعب المصري بالرغم من أنها للأسف مصرية ومع ذلك تخون وطنها لأنها تقبض قيمة خيانتها من تنظيم الإخوان الدولي وقريبا سيعلن الكونغرس الأمريكي عن قراره بأن يعلن أن جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي مما يتسبب في إغلاق حساباتهم البنكية وحضر وتجميد أرصدتهم عندئذ ستصبحين متسولة في شوارع أمريكا تتمنين العودة إلى وطنك الذي خنتيه بكل خزي أنت ومرشدت وندى والذين يمدون ويدعمون الجماعات الإرهابية الإخوانية لضرب الشعب المصري والجيش العرب لكن استوقفني وأشعرني بالغضب عندما قرأت شتايمها بحق الجيش المصري وسمعوا يا أمة العرب شنو قالت عن الجيش المصري قالت أن جنود مصر يهربون بالملابس الداخلية في سيناء بعد أن يستولي المسلحين على دباباتهم أقول أعيب عليك وبسك كذب ونفاق هذه إهانة ما بعدها إهانة على خير أجناد الأرض الذين عبروا قناة السويس في كتوبر وكاد أن يسقطوا أسطورة الجيش الإسرائيلي لو لا الدعم الأمريكي واليوم الجيش المصري يواجه ويحارب الإرهابيين ويكاد أن يقضي عليهم فكفاكي تلفيقا وكذبا أيتها الإخوانية ولا يمكن لأي مصري شريف أن يطعم بجيشه ولولا الجيش المصري ورجال الاستخبارات لقسمت مصر في عهد الإخوان وتحقق حلم إسرائيل بتقسيم مصر الكنانة وهذا ما كانت تحلم به آيات وأسيادها عموما الخائن لا قيمة له ويكفي ما جاء بحقك من رد الشعب المصري عليك وأوناشد الحكومة المصرية أن تطلب هذه الخائنة بالإنتربول وأن تلغى جنسيتها المصرية التي لا تستحقها وحتى يستطيع الشعب المصري أن يأخذ بثارة منها ووصلتني معلومات أن هذه الإخوانية تعيش بقلق نفسي وخوف من القادم وتعاني من اكتئاب نفسي شديد ودائم في النهاية تبقى مصر هي مصر الحضارة ويبقى الخوانة في مزبلة التاريخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية ولا يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال فاصل ورجع لكم